خروجه بتصريحات حادة مهاجمة للمملكة العربية السعودية عقب قرار المقاطعة الدبلوماسية مع قطر دليل واضح على تورطه مع دولة قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة بالمنطقة وجد غنيم العضو الهام والرئيسي بجماعة الإخوان الإرهابية التي أسست التطرف والعنف ونشرت سموم الفتنة بين الدول العربية ورد اسمه ضمن قائمة الجماعات والكيانات الإرهابية ذات الصلة الوثيقة بدولة قطر والتي وضعتها الدول العربية الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر نظرا لضلوعه الرئيسي في نشر الإرهاب والتطرف من خلال رسائله التحريضية التي اعتاد على بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصص غنيم الإرهابي مئات مقاطع الفيديو للتحريض ضد عناصر الجيش والشرطة بمصر وتقديم فتاوى وخطابات تحريضية ضد مسيحي مصر والتي هدفت لزرع الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد ليحكم عليه بالإعدام في قضية تأسيس وقيادة خلية إرهابية في الثلاثين من إبريل عام الفين وسبعة عشر وعقب صعود الإخوان إلى حكم مصر وجد غنيم الأفعى الكبرى فرصة سانحة لقيادة وتأسيس خلايا إرهابية ولكن سرعان منكسرت شوكة هذه الجماعات المحرضة بمصر عقب سقوط حكم الإخوانجي المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو عام الفين وثلاثة عشر اشتركوا في القناة